اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى انتمنى تكونوا بألف خير والليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كينان باش نقدم لكم ثلاثة يشكيلات ديال الكوكيز سهلة في التحضير وضغية ضغية كتوجد معكم وهذا الفيديو هذا وجدتوا معكم حيث تلبتوني عليه بزاف وخا كانت عندي هذا هاي كوموند يعني كنا ديرين واحد لبي فيوداك شي وديرا كوموند وقلت علاش لا ما غنصوروش ليكم يعني غادي نصيبوا للناس غادي نصورو لكم اللي حماقوا عليه وعجبهم بزاف بزاف وشوفوا كوكيز اللي كي كي يجيو وراس صراحة لوجة بيفي كبير الناس اللي متبعيني على الانستغرام راشافوا البيفي ونبقوا مع المقادير وطريقة التحضير هنا اول حاجة غادي نديروا الكوكيز بالشوكولات هو اللي غا نبدو به غادي نحتاجوا 110 جرام ديال الزبدة من اصل حيواني غادي نحتاجوا 150 جرام ديال السكر بني مل احسن يكون السكر بني رامت وفر ما عندكم شعدة تديروا سكر سانيدة غادي نخلطوا السكر مع السانيدة تقدروا لديهم غير فباسين وتخلطوهم بجوج بهم وغادي نستعملوا نحتاجوا ببيضة واحدة حتى تقدروا تخلطو غيب يديكم انا هادرتوا في الترمو ميكس حيث متوفر عندي هنا غادي نديروا فانيا من الوازن سبعة كرام وغادي نضيفوا 200 جرام ديال الدقيق الابيض اللي غادي نحتاجوا في هذا الكوكيز هذا سوف نقوم بتخلطي 30 جرام ديال بودرة الكاكاو نحتاجوا واحدة الخمارة من الوازن سبعة جرام ومليحة باش نحيده الشيطان خلطوه وغادي نضيره عهو تاني نخلطوه انا باش كي أجبني الترمو ميكس ما كان نقويش قوة الموائن في الكوزينة ضغية ضغية كي يعاوني وكانسر بي هنا غادي ناخد هنا غادي ناخد مية وخمسة وسبعين جرام ديال الشكلات يعني كون من نوعية جيدة شكلات اسود هو اللي غادي نديرو هادي ننخلطو علي فالاخر سوف نقوم بتخلطي 30 جرام ديال الكوكيز بعد مما يوجد نشوفه فاش تخلط هكا اخصو يجيكم ارا كما قلت لكم تقدروا تخلطو غير بيديكم هنا كنشدو باش يشين القياس مقد قد ديال الكوكيز كنشدو هادي ديالا غلاس ايلا متوفر عليكم كديرو بحلها كديرو كديروهم وكتحطوهم في الطاوة غير هادي كتسهل عليكم الخدمة ضغيية ضغيية كتسهلو بيها سوف يكون عندنا الفران مسخن وكنني بعدها كنوجدو الطاوة ديالا كندخلوها كنديرو الفران على مية وخمسين داراجة انا بالنسبة للفراني ما نقدرش نحكم على الفران الاخرين كنخليه تسعود ديال الدقيق ما كيفوتش ان الكوكيز تسعود ديال الدقيق رادغية ضغيية كيوجد معاكم هنا غادي ندوزو باش نديرو الوصفات تانية ديال الكوكيز باللوتيوس غا نحتاجو هنا مية جرام ديال بيسكويت ديال اللوتيوس اللي غادي نشدوها وغادي نطحنوها هي اللولا كما قلتلكم انا كنت صور معاكم مكافة تغموكس حتي كيجيني ساهل وضغيية ضغيية وانا كنت عندي غير كومون دو قلت غا نشاركه معاكم شوفوا كخصويت تطحن مزيان داك داك البيسكويت كنضيفو عليه مية ووربعين جرام ديال الدقيق الأبيض خمارة من وزن سبعة جرام غادي نضيفو عليه تمانين جرام ديال الزبدة وعدنا مية جرام ديال سكر البني شوفوا ملء احسن الكوكيز كيتصاوب السكر البني باش كيجي الديد وكيجي معلل كيجي غزال هنحتاجو بيضة واحدة وغادي نخلطو هات الشي كامل الشي باش قلتلكم انا يتغموكس كنخلط فيه كل شي قابسة ديال الملحة وغادي نخلط الخليط كامل سوف نزيد على الى اعو تاني واحد المية جرام ديالي بي بيت شوكولة ولا كدير الشي بحال كامل انا كنفضن ديال الشي بحال هكا حسن من اللي بيت شوكولة هكا غير الشي بكل من نوعية جيدة سوف يتخلطنا مع ذاك العجل خاص الشي بكل من نوعية جيدة والزبدة تكون من نوعية جيدة باش كي نجح معاكم الكوكيز وكيجيكم معلل كيجي زبدة تلع فرق كبير وشاسع هدا هو الخليط بعد ما صاوب سوق ديال لوتيوس هكا كنديرهم تاهمية نفس الطريقة اللي درتبيها الكوكيز اللي ولديها الشكلات وكيبما قلت لكم هاد الشكلات هدا كيجي يحسن من اللي بي بيت شوكولة وكييعطي للدحسن غير هو الشكلات من نوعية جيدة انا هنخليكم المقادير كلها بتفصيه في صندوق الوصف اللي بغا يصايبو وكيما قلت لكم ورا ما تحتاجوش تغموميك تقدروت عجل جنو غير بيديكم هكا تخلطوه في بانيو ولا شي حاجا ولا زلاف ولا شي حاجا تتخلطوه كيجيكم رائع غ تغير الزبدة تكون بحرارة المطبخ ما تكونش الزبدة يعني في تلاجة جبدوها خلي واحدات دبا ما حي تصيفو دك الشي خلي وتطلق رأسه باش كيجيكم سهلا سافاية الطاوات ديالي غادي ندخلها الفران كيما قلت لكم على مية وخمسين دراجة تسعود ديال تقايق ما تفوتوش لها المدة تقايق تسعود ديال تقايق ما تفوتوش لها المدة تقايق ودما قد ندوز الكوكيز ديال الريد فيرفيت اللي غا نحتاجو ليه مية وعشرة غرام ديال الزبدة مية و خمسين جرام ديال السكر البوني نغمال ما يرى تقريبا محل وصفة الاولى نفس المقادير يمكن واحد اختلاف في بودرة الكاكاو غا نحتاجو هنا يا سكر البوني درنا وغاد ندرو بيضة كاملة كما قلت لكم ما ما كانش اختلاف كبير في هاد المقادير بعض ديتهم صافي درنا البيضة وغاد نزيدو على سكر الفانيلا موازن سبعة غرام تقدروا الى عندكم السائل الفانيلا تدروه غا نحتاجو متين جرام ديال دقيق الأبيض عشرة غرام ديال بودرة الكاكاو اللي غادي نديرو في هاد الريد فلفيت وغادي نحتاجو خمارة المليحة وعدنا الملويل الاحمر الملويل الغدائي سافي وغادي ندير هاد شي كاملا نغطع ليه في التغمو ميكس ونخليه كي تيتخلط وبعد ما كيتخلط ليه كنجيب شكلات أبيض شوفوا الشكل دياله بعد ما كيتخلط كي يجي اللون دياله كي يجي رائع غا تجربو ان شاء الله وغا يعجبكم بزف بزف كنناخدو هنا الشكلات الأبيض من النوعية جيدة وغادي نضيفو عليه وغادي نخرجو وشوفو الشكل دياله باش خلطنا هاد هو الشكل دياله نفس الطريقة اللي درنا في الأول غادي نديروها في هادا يعني كوكيز اللي هو سهل ضغية ضغية كي يوجد معاكم وكيما قلت لكم الترمو ميكس كي يعاوني بزف صراحة الله باش ندير هاد الوصافات وما كيرونش ليدني يعني غير بكاس دياله هاداك الكاس بوحد يتو يعني هو في نفسه وكي ندير نفس الوصافات سوفي غادي ندخلو الفران بعد ما خرج ليه كوكيز لاخرين كي ما قلت لكم على ميهو 50 درجة هادا هو الشكل ديال الكوكيز اللي هو لاني بعد ما اخرج من الفران كيفو كيفو كي يجي كي يجي رائع وكي يجي والدادين وكي يجي الكوكيز معلك هادا كوكيز بالشكلات والكوكيز الريد فيلفيت انا غير صورت لكم هادا غير باش نشاركوا معاكم باش توجدوه هدا بالوليداتكم حيث كتحيرو شنو توجدو في القوت دي كي مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم اشتركوا في القناة